ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وأكد عويطة في تصريح صحفي أن بعض الناس يحاولون الاستفادة من نقطة ضعفه وهي عائلته مضيفا للأسف من بين هؤلاء الناس أبي المدمن على المخدرات والكحول وتابع عويطة أن هذه المخططات لها غرض جبان يتمثل في الإضرار بسمعة وعرقلة المشاريع التي أعمل عليها حاليا وأكد عويطة أنه سيعقد ندوة صحفية غدا الجمعة من أجل توضيح صحة التصريحات التي وجهت له من طرف والده وللرد على الاتهامات التي تلقاها ولكشف الأشخاص الذين يقودون هذه الحملة لتشويه سمعته وكان والد سعد عويطة قد كشف في مقطع فيديو عن معاناته مع ابنه منذ أن ارتبط الأخير بزوجته الثانية التي يعيش معها في الولايات المتحدة الأمريكية وقال أحمد عويطة أن ابنه قام بضربه وتعني فيه في أحد الأيام وطرده من منزله بعدما كان يعيش معه تحت سقف واحد مشيرا إلى أنه صافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة زوجته الثانية واشتغل لمدة قصيرة هناك ثم دخل إلى المغرب واقتنى منزلا يعيش فيه حاليا وكشف والد سعد عويطة أيضا أن هذا الأخير همش والدته هي الأخرى وتركها تعيش في ظروف مزرية كما أن لديه ابن من زوجة أخرى يبلغ من العمر 25 سنة تركه بدون معيل ويعيش هو الآخر ظروفا مزرية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية